في البداية رؤيت حضرتك الأهم وأبرز الرسائل اللي خرجت من هذه الفعلية هو الحقيقة الرسائل اللي أطلقها الرئيس من احتفالية مصر وفلسطين تحية مصر وفلسطين كانت واضحة وكانت تأكيد لرسائل تم إطلاقها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غاز لكن أهميتها أنها جات بعد انتهاء الهدنة اللي تبزل فيها جهد كبير جدا الحقيقة أنه على مدى الأسابيع التمانية اللي فاتت كان فيه تفاصيل كتير أو كلام كتير وتدخلات مختلفة لأنه الوضع عموما القضاء الفلسطينية القضايا مش بسيطة وحدش يخدها ببساطة والأسف الشديد أنه بعض الأطراف أو فكرة سوشال ميديا والاستسهال وغيره أصبحت بتفتح الباب لكلام كتير ومصر الحقيقة أنه فيه منصات وفيه اتجاهات بشكل واضح بتعمل معها حتى العدوان الإسرائيلي بالرغم أن بعضهم بيحمل جنسيات عربية فيه الدس في الوقيعة في المزايدات ودور مصر على مدى التاريخ الحقيقة يعني ما فيهاش نوع من الدعاء أو التفاخر أنه مصر كانت بتشتغل قبل ما دول كتيرة كانت تبقى موجودة أصلا الحقيقة ومع ذلك مصر ما بتقفش خالص ضد أي جهود مبزولة ويمكن إدراك الدولة الكبيرة بتبقى مدركة لحجم التحديات الأزمة هذه المرة الحقيقة كانت كاشفة بشكل كبير عن عشر سنين أو 12 سنة أو 13 سنة حجم التحديات لوجهتها الدولة المصرية بشكل كبير فالرسالة بتاعت الرئيس هي تأكيد لرسالة أطلاقها منذ كلها الحربية ثم مصطفى في الكويت السويس ثم مناطق مختلفة فإنه العدوان الإسرائيلي خادل الفرصة هذه المرة في محاولة لي ممكن رئيس أشار لده جعل الحياة مستحيلة في غزة بالشكل اللي ما يخليش الناس قادرين على الاستمرار في هذا المكان الحقيقة تدمير لكل عناصر الحياة وده كان واضح وكان واضح في التصدي لي فإيه خطط بأسماء مختلفة حقل الأشواك التهدير غيره وده على مدى 75 سنة عمل و 56 سنة من 5 يونيو حاوله فيه وفشل ونسمع القاء اللوم على مصر الحقيقة إنه القاء اللوم ده طبعا آي حد كبير وآي حد بيشتغل بيبقى الكلام الأطراف الصغيرة بتعمل وبالذات اللي ما بيشتغلش بيبقى حريص النهاردة بقى فيه إمكانيات كثيرة جدا إنه الناس تشتري مساحات بس تشتري لجانة إلكترونية تشتري تفاصيل كتير لكن الرئيس مثلا يعني إغلاق فتح معبر رفح مصر لم تغلق معبر رفح على الإطلاق من الجهة المصرية لكن حصل قصف في الأول ما كانش ممكن أن أنت تدخل مساعدات دون أن تمهد الطريق وتفتحه وتضمن أمان هذه تفاصيل إذا دخل وقود وتم قصفه أو دخل المساعدات يبقى لا دا استفاد ولا دا استفاد دين وقت النقطة الثانية فكرة التشابكات والتوازنات والتقطعات مصر بزلت جهد مهم جدا في تغيير الصورة في الخارج وده جهد الحقيقة كان ليس سهلا كل مؤسسات الدولة احنا بنقول ده عدوان دي حارب مصر خدت أكتر من ثلاث أربع حروب على جبهات مختلفة ربما أهمها تغيير وجهة النظر الغربية الداعمة لإسرائيل من أنه ده دفاع عن النفس المزاعم الإسرائيلية والحقيقة في الأول للحظات أو اليوم أو يومين نجحت في أنها تصدر الصورة العكسية الصورة اللي هي إحنا بنضرب والحقيقة خلينا أقول أنه دايما الأدوان الإسرائيلي عنده ميزة أنه يدرب هو بيعيط يدرب وهو بيقول إن أنا اللي بتضرب بينما إحنا الحقيقة بنزعق ونزيد على بعض ونشتم بعض ونتخانق وينقل الجهة الرئيسية المستهدفة هي مصر الحقيقة لأنه مصر مش بتشتغل لوحدها حتى مع الأطراف المختلفة ومصر ما تعمل مثلا جهود لإطلاق الهدنة وتبادل المحتجزين وغيره تعملوا مع أطراف مختلفة طبيعي مصر ما قطعتش القنوات لاتصال خالص مصري لها وجهات نظر مختلفة مع العدوان الإسرائيلي بشكل واضح جزريا ومع الولايات المتحدة ومع ذلك بتحظى بثقة إن هذه الأطراف تلجأ إليه دي نقطة شديدة الصعوبة أمر الآخر في الفكرة الخطوط الحمراء إنه مصر بتتكلم دائما عنها بتمتلك قوة الردع يعني إنه عندي قوات مسلحة عندي جيش المصر من أقوى جيوش المنطقة لكنه جيش رشيد يحنوا لا يهدد ولا يعتدي ولا يتدخل على عكس تفاصيل أخرى مش بس جيوش وميليشيات بتعمل ومصر كان عندها رؤية واضحة جدا مبكرة حتى بعض الأطراف النهاردة اللي انخرطت فيه عملية إنها تكتشف خطورة تمويل تنظيمات إرعبية أو غيره نهاردة ما بنبص لداعش داعش راحت فين داعش دي كانت بتشتغل اللي كانت عاوزة تنتزع جزء من عندك جزء من سوريا جزء من العراق داولة الدولة تسلمها ليه دولة الاحتلال دا وكانوا بيتعالجوا هناك كانوا بتحركوا هناك فالأطراف اللي كانت بتموه لداعش يا الأطراف اللي كانت تعمل لصالح الأدوان الإسرائيلي داعش لم تطلق كلمة واحدة ضد دولة الاحتلال وبالتالي عودة لفكرة الخطوط الحمراء المصرية والرسالة المصرية الرسالة المصرية كانت واضحة جدا في هذا الأمر نعمل على كل الاتجاهات زي ما بقول كان فيه حروب على أكتر من جابة حرب دبلوماسية حرب سياسية حرب لوجستيق لإدخال المساعدات تغيير وجهة النظر الأوروبية النهاردة كان فيه رؤساء وزراء بلجيكا وسبانيا وأطلقوا تصريحات أغضبت العدوان الإسرائيلي تبا نوغن ماذا؟